أي زيت زيتون تأكلون؟ سؤال المشروع أمام فضيحة أثيرت عبر صحيفة الجمهورية وتتابعها الانتفي حول تزوير الزيت على نطاق واسع واستنتشار مستودعات سرية في بعض المناطق تتم فيها عملية الخلط المشبوهة وهنا يجري مزجو زيت الصوية السيء بمادة الكلوروفيل الصناعي لإطفاء اللون الأخضر تضاف بعدها مادة البتا كاروتين لإطفاء طعم زيت الزيتون فهذه العينة مثلا موجودة في الأسواق وهي عبارة عن زيت نباتي سكب في عبوات زجاجية مع إضافات كيميائية وتلوينات أما هذه العبوة فتشبه الزيت الخضير من حيث اللون والرائحة لكنها فعلا عبارة عن زيت صناعي مكرر سبق استخدامه وداخله إضافات وتظهر نتائج التحديل المخبرية التي أجريناها أن عمليات الغش والتلاعب تطورت بشكل ملحوظ يحطوا دهون مشبعة استناعية يعني صار عندنا مزيج بين زيوت منة أساسة زيت الزيتون كلوروفيل بيتا كاروتين وتريولين يعطوا خصائص الطعم واللون وخصائص نسبة الدهنيات الغير مشبعة اللي موجودة عادة بالسيت التريولين بتوجهات الصناعية يستعمل في الصناعات الدوائية ويستعمل في المستحضرات التجميل بس أول سابقة بتبين أنه عبتم إضافته على سوائل الزيت لسيق خلاصة زيت الزيتون إذن الزيت المخشوش أشبه بسموم سرطانية والعوارض قد تصل إلى تصلب في الشرايين وتعرض لنوبات قلبية وجلطات بحسب بعض التقارير الطبية التريولين كمادة كيميائية مثل أي مادة تانية إلى في أجسام تتحملها وفي أجسام معارضة ما تتحملها وزارتاء الزراعة والاقتصاد تعريفان جيدا ما يحصل ومصلحة حماية المستهلك تمكنت في 2013 من ضبط سبع محاولات تزوير للزيت لكن لا سيطر حتى الساعة على الوضع في ظل وجود 159 مراقبا فقط على كامل الأراضي اللبنانية هذه العينات المخشوشة والمسرطنة معروضة للبيع في العديد من المناطق اللبنانية وقد تكون أيضا مستعملة في بعض المطاعم مما يجب تحركا سريعا وفاعلا للمعنيين لوضع حد للفوضى الحاصلة في القطاع الغذائي لا سيما وأن الأمن الغذائي لامس في بعض جوانبه الخط الأحمر نخلع ضيمة MTV